بزغ فجر الجمعة ومدينة نيسا الفرنسية تداوي جراحها وتبكي قتلها وحين بزغ الفجر كانت الأرسفة مخضبة بالدماء بينما وقفت الشاحنة شاهدة على الرعب الذي أزهق أرواح الأبرياء كغيرهم من سكان مدن وقرى فرنسية كان سكان نيس ومعهم عدد كبير من السياح يحتفلون بعيد فرنسا الوطني المعروف بيوم الباستيل ومع انتهاء عرض للألعاب النارية وتأهب المحتفلين للمغادرة وقد استمتعوا بمسائهم اخترقت شاحنة منطقة المشاة وهي تسير بسرعة كبيرة وبشكل متعرج كل شيء حدث أمام عيني سمعنا الصراخ فجأة ورأينا شاحنة تتجه نحونا وكنت في وسط الشارع وقفت الشاحنة على بعد متر ونصف المتر مني ورأيت فتاة صحقتها الشاحنة ثم رأيت وراء الشاحنة كثيرين ممددين على الأرض فكرت أنهم مجرد حديث سير وصرخت في وجه السائق ثم رأيته يسحب مسدسا مع اقتراب الشرطة منه شقت الشاحنة طريقها بين أسر وأصدقاء وفرقت البعض عن ذويهم إلى الأبد بينما تكافح الفرق الطبية لمساعدة عشرات آخرين بين الحياة والموت وعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند الحداد الوطني ثلاثة أيام بدءا من يوم السبت إلى الإثنين مع تنكيس الإعلام فوق المباني العامة اعتبارا من الجمعة وذكر هولند أن من بين القتل رعايا أجانب إلى جانب الفرنسيين الذين كانوا يحتفلون بذكر اقتحام الثوار لسجن الباستيل عام 1789 هناك فرنسيون بين الضحايا وكذا كثير من الأجانب الذين جاءوا من كل القرات كما يوجد بينهم كثير من الأطفال الصغار الذين جاءوا مع عائلاتهم لمشاهدة عرض للألعاب النارية وليكونوا سعداء وللمشاركة في أجواء الفرح لكنهم تعرضوا لضربة تلبي قصوة الفرد وربما المجموعة ويقول الناجون إن المهاجم قاد الشاحنة على الرصيف لنحو كيلومترين بطول شارع برومينات دي زونغلي المطل على البحر المتوسط وهو يحسد أرواح عشرات بعجلات شاحنته الثقيلة والمحملة بـ 25 طن ولخص صاحب مطعم على الشاطئ الذي شهد العملية الإرهابية المشهد بالقول إن الناس كانوا يتساقطون مثل مجسمات البولينغ أمام الشاحنة كما روى صحفي بجريدة نيسماتا نجا من الهجوم ما شاهده في المنتزة من جثث متناثرة في مسافة لا تتجاوز بضعة أمتار ومن أشلاء ودماء وآهات عمت ساحة الاحتفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر